نهاردة عندنا قالب لحمة او ميت لوف او كفتة فارسية لكن كل حاجة لها طريقة عندي بيض سجوء لحمة مفرومة بقسمات طماطم تقوم فلفل الوان وبصل ملح وفلفل بوارات زيت او زبدة رزماري زعتر ورق زبدة كده دي الطريقة او المقادير عندي الاول حبت زيت كده والطاسة سخنة الطاسة سخنة بنزل بالصدق او السجوء بتاعي كده اول حاجة بعد كده بنزل عليه بالبصل بتاعي وشوية التوم كده وناخد شوية هنا الزعتر ناخد شوية كده وشوية كده طوابل عندي مهارات دي اول حاجة نرجع بقى هنا عندي هو المفروض لو انا هرجع واقول على الميت لوف لو هرجع اقول على الميت لوف فالميت لوف بياخد كبدة كبدة فراخ او كبدة بلدي او اي نوع كبدة عشان تخلي اللحمة متمسكة لكن انا بديها حل تاني اوبشن تاني بديله بوضايا واحدة بس كده بتخلي الدنيا عندي حلوة ادي بهراتي كلها اهي بحطهم في الاول مع الملح والفلفل كده اهو وادي شوية بقسمات ونروح مديله بالله اللفة بتاعته الجميلة وندور دي اللحمة بتاعتي حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام طيب كده هنا نركز مع بعض شوية يا استاذ يا ابراهيم ونسيب الجرون اللي في ايدك ده ولا المجلة اللي في ايدك دي طب اقرب راحتك اقرب راحتك ماشي انا غلطان يا سيدي كده هنا شوية قملت حبت زيت صغيرين وهذه القومة بتاعي ملح وفلفل ملح وفلفل ملح وفلفل بنقل السوسوس بتاعي بعد ما سويته لازم استوي كده ودي السلسة بتاعتي اللي احنا نعملها بعد كده معا ده القومة خلاص ده السوس بتاعي اللي هقدمه معا شوية مية نخليه براحته ونبدأ نشتغل دلوقتي عندي ورق زبدة كده احنا ماشيين صح ياعم يا مخرج فاهمنا لو مكون غلطة ولا حاجة ماشي الحال؟ يعني انا سلك حال كده صحيح وفق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة